بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كنتمنى يلقيكم هدلا فيديو بألف خير وصحة وعافية وحوال طيبة بإذن الله ومرحبا بكم معي من جديد في قناة مطبخ بشراء ومهداية في فيديو جديد ووصفة جديدة ووصفتنا لديه اليوم هي الرايب أو الياغورت رايب ديال المحلابات غدين قدموا لكم بطريقة سهلة ومقادير مضبوطة خصوصا للأخوات المبتدئات طريقة ناجحة وخا تكوني عمرك ما جربتي وصفة دي الرايب غيجربوها غادي تنجح معكم مئة بالمئة سجلوها غادي تحتاجوها وتتقام علينا أرخص بكثير من اللي تنشرهم على برة بدون بودرة حليب بدون طنجرة الضغط وبدون ماء ساخن وما تنسونيش أخواتيم التحاليق ديالكم زوينا واللايك لفيديو فضلا وليس أمرا ودابا غادي ندوزو على بركة الله المقادير وطريقة تحضير بسم الله وعلى بركة الله غادي نحتاجو في المقادير يطرو ونصف ديال الحاليب يستحسن يكون حاليب بلدي حاليب ديال الملبانات ومن عندنا ستتعرفوهم باش تكون الجودة ديال الحاليب تكون ممتازة وتنجح معانا الوصفة ما تشريوش البندك حاليب المبصر او ديال الكارتونات انا تنفضل هذا في الرايب دائما تستعمله غادي نحتاج 3 ديال العلب ديال الياغورت بوزن 110 جرام بينك هات الموزة او الفاني ماشي داك الياغورت اللي تكون كريمي يستحسن يكون عاقد ومتماسك هاد النوع بكثرة متواجدة في المغرب غادي نحتاج كذلك الفانيلا تقريبا واحد الملعقة صغيرة ديال الفانيلا السكر اربع ملاعق كبار ديال السكر بالنسبة لي انا مسلا بغيش حلاوه اه جاني هو هادا كلي يبغي يقدر يزيد واحد المعيل القوضة لفوتو الكمية ديال السكر لا تنجح معاكم الوصفة غادي ناخد واحد الكاسرونة غادي نفرغ في هاداك الحليب ديالي وغادي نحتافض بربوع لتر من الحليب وغادي نوضع الكاسرونة ديالي من فوق نار متوسطة وغادي ناخد داك الكيمية ديال الحليب اللي بقاتليت قريبا واحد الكويز ديال الحليب اللي حساف الطبي غادي نوضعه في واحد لوبول وغادي نضيف عليه داك ثلاثة ديال العلاب ديال الياغورت يستحسن البنات كما قلت لكم ياغورت يكون بينوك هاد الفاني او الموز يتقدروا البنات تستعملوا حتى الياغورت طبيعيته وغادي نجح معاكم فاد الوصفة داك غادي نضيفه لدك الحليب وغادي نضيف عليهم تقريبا داك ملعقة صغيرة ديال الفانيلا تقريبا سبعة ديال جرام ونصف بالاضافة الى اربع ملاعك كبار من السقر وغادي نخدم داك الياغورت مع السقر مع الحليب حتى يتجنسوا جيدا هاد المقادير مع بعضياتهم الحليب فادل اثناء ره من فوق النار خصو يوصى للبنات حتى لدرجة الغاليين حتى يفضل الحليب انتم غادي تشوفوا ومن بعد ما فاد الحليب ولا طلع غادي ناخد واحد صفايا وغادي نصفي الحليب ديالي ضروري باش نحيد منه ذاك الرغبة ولا ذاك الكشكوشة الفوقانية وغادي نخلي هاد الحليب يبرد جانبا بمجرد انني نحشي الاصبوع ديالي في الحليب ما نتحرقش هديك هي الدرجة الحرارة اللي بغي نوصلوا ليها دابا راه نخفض الدرجة الحرارة ديال الحليب يعنتم مش شو تنحشي الاصبوع ديالي ما تنتحرق متاشي حاجة وراها قوم يمطون البنات راه باقي سخونة راه ماشي برد دابا غادي نحيد ذاك جليد الفوقانية وغادي نضيف البنات ذاك الخاليطة ديال الحليب مع الياغورت مع السكر مع الفانيو وبسرعة البنات نخلط باش نبقى محافظة على درجة الحرارة وناخد واحد الكووس واللي عندك متوفر في المنزيل ديالك غادي نفرغهم بشكل متساوي وغادي نخلي البنات واحد شوية لانهم غادي هاد الكووس ديالي ولا هاد الرايبرا هاد عروري ما تيختامر اشتركوا في القناة وغادي ناخد واحد العلبة تكون محكمة الاغلاق تتسد النم زيان البنات وغادي نفرش في هاد الورق الخاص بالطبخ وناخد ذاك الكووس ديالي وغادي نستفهم البنات واحدة واحدة وحدة انتم كماشتوا طريقة راه ساهلة وواضحة را غادي نجح معاكم حضروا كيمية قليلة البنات ماشي بضرورة تلتزموا بذاك الكيمية اللي اعطيتكم عفوا تقدرو تجربوا غيروا بوالليتر غير نصف اللي تجربوه را غادي نجح معاكم وغادي ناخد واحد البلاستيك الغدائي وغادي نلف جيدا هاد العلبة بهالطريقة هادي وغادي نغطيها بدك الغطاية ديالها تكون محكمة الاغلاق وناخد واحد المانطة او فوطة اللي عندك متوفر وغادي نغطيها جيدا ونوضحها في واحد المكان ساخن ونخليها ليلة كاملة حتى الصباح حد نطلاقاوه ومن بعد مدة سليلة كاملة غادي نشوفوا الياغورت ديالنا تصبح متماسك وكريمي والمضاق دياله جيد جيد مميز انتو ما غادي تشوفوا يستحسن البلاست هاد العلبة ديالكم تقدرو تدخلوها الفران طبعا الحال الفران ره مطفرة مش مشعول لكن تي طيبتي في النهار فيه الخبز وللكيكا تيكون محافظة على واحد درجة الحرارة يستحسن دخلوها الفران ديالكم هاد العلبة هادي تيزيد يتماسك اكثر وضغيتي يختامر بسرعة انتو ما شوفوا البنات ما شاء الله تيجي كريمي وتيجي متماسك ومضاق دياله اكثر اكثر من رائع احسن بكاتير من اللي تنشريهم الملبانات او المحلابات دبا غادي ندخلوها الفلاجة كل ما دخلناها الفلاجة كل ما برد مزيان تيزيد يتماسك وان شاء الله رحمة الرحيم غادي نتلقى في تقديم النهائي ديال هاد الياغورت او هاد الرائب وهذا والتقديم النهائي ديال الوصفة اللي حضرناها وصفة رائعة ناجحة اخواتي ما تردوش تجربوها بتجيل ديدة ديدة بزفزاف القوام كريمي وحاقد مضاق مميز كأنكم تتكلوا رائب ديال المحلابات والمهم انها بدون حليب بودرة بدون طنجرة تضغط بدون ماء صاخن وغادي تنجح محاكم وغادي تجربوها خصوصا اننا مقبيلين على شهر رمضان تيكون عليها الطلب بزاف في الصحور ديالنا في الفطور اللي مالا سجلوها غادي تنفعكم وما تنسونيش اخواتي من البرتاج للوصفة وإلى اللقاء في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته